جهود المستمرة واجتماعات المتواصلة من أجل تصنيع لقاح صينوفاك الصيني بمصر حيث عقدت الدكتورة هيلازايد وزيرة الصحة والسكان اجتماعاً مع قيادات الشركة القابدة المستحضرات الحيوية واللقاحات الكثيرة وخبراء صينيين من أجل بحث تسجيل وإنتاج ومراكبة جودة اللقاح الصيني تمهيداً لتصنيع بمصر كان مهم جداً أن احنا نقعد كلنا مع قيادات الشركة والعملين بحيث أن احنا ندي رسالة قوية لأن ده خطوة استراتيجية وكلنا محتاجين أن احنا نقعد كلنا مع بعض ونشتغل كلنا بشكل متواصل إن شاء الله ويبقى في إنتاج قوي جداً يا لقب مصر بإذن الله فيه في الكوفاكس جونسون أنت جونسون حنجيبه لو المتاح في الكوفاكس بنجيبه سواء أسترازينيكا سينوفارم دلوقتي دخل الكوفاكس جونسون أنت جونسون سبوتنيك الروسي اللي متسجل في مصر وموجود في الكوفاكس إحنا بنجيبه على طول مبارح بالليل وصل السادة الخبراء السينيين في مجالات عديدة ففيه خبراء معنا ناس من الرخابة على جودة الإنتاج ناس على الإنتاج مدير الإنتاج بنفسه موجود معنا وموجود معنا ناس من السلطة التنظيمية اللي هي خاصة بشركة سينوفاركس الموضوع كله موضوع متكامل إن شاء الله يعني حنبتدي الإجراءات فوراً بالبدء بعمل التقييم للبالك بالتحليل ليه ثم البدء في مرحلة الإنتاج وبتنتهي المرحلة النهائية بالنهاية التسجيل في وزارة الصحة المصرية بعد إجراء طوخيمات لنتائج عملية الإنتاج إن شاء الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر